السلام عليكم أهلا وسهلا وأصعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وعيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير فيديو اليوم مهم جدا يا سادة كما لحظتم في الصورة المصغرة للفيديو وداعا أن يلساس القديم منزل القمر الجديد 301 نعم وداعا لمشاكل الترددات والقنوات التي تختفي كل أسبوع من تردد حزمة عامة إلى تردد حزمة شرقية ومن تردد حزمة غربية إلى تردد حزمة عامة يوميا نلاحظ قنوات تختفي من ترددات قنوات مهمة لها متابعين في الوطن العربي في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة رائعة وسهلة وبسيطة لتنزيل جميع القنوات جميع قنوات القمر الصناعي النيلسات والترددات الحديثة كما يعلم الجميع القمر الجديد 301 يصل إلى مدره المقصود بنجاح 7 درجات غارب كل ما يجب معرفته أن هذا القمر استقر في مكان القمر السابق نيلسات 201 يعني لن تحتاج لتحريك لا صحن ولا شيء فقط ارفع الإشارة لهذا التردد كما ترحضون الظاهر في الشاشة إذا أردتم أصدقائي تنزيل جميع القنوات والترددات فقط ارفعوا الإشارة اضبط الطبق جيدا وارفع الإشارة لهذا التردد الظاهر في الشاشة إذا أردنا أصدقائي إضافة القمر الجديد نيلسات 301 على جهاز الريسيفر على سبيل المثال تنزيل جميع القنوات والترددات الحديثة بدغطة زر واحدة لم يعلم الجميع أن القمر الصناعي نيلسات 201 انتهى عمره الافتراضي وسيعوده القمر الجديد نيلسات 301 كل تلك الشروحات مضللة أن هذا القمر سيتغير لا نيلسات سبع غرب هو نيلسات 301 هو نيلسات 201 لم يتغير على جهاز الريسيفر في قائمة الأقمار كما تلاحظ في هذا الفيديو سأشرح لك طريقة سهلة وبسيطة جدا لجلب جميع الترددات الجديدة والقنوات الحديثة على القمر الصناعي النيلسات بدون حاجة لدخول إلى الصفحات الويب أو المواقع للبحث عن الترددات الجديدة فقط اتبع هذه الخطوات وتظهر معك جميع القنوات الجديدة على القمر الصناعي النيلسات طريقة سهلة وبسيطة من الريموند كنترول من الريموند كنترول يا سادا نضغط على الزر في الريموند كنترول المينيو على أي جهاز ريسيفر تظهر معك هذه اللوحة القائمة كما تلاحظون هذه القائمة الرائعة جدا الأنيقة لجهاز إيكونينك فيمتو برو 4 إذا أردنا تنزيل جميع القنوات والترددات الجديدة دائما نختار خيار مكتوب عليه التركيب أو Installation أو البرمجة هذا الخيار في الخانة الأولى كما تلاحظون نضغط على أوكي في هذه الخانة الخانة الأولى ربما في الريسيفرات أخرى يظهر هذا الخيار في الخانة الثانية والثالثة هذا الخيار في الخانة الأولى التركيب أو Installation نضغط على أوكي بعد ذلك يا سادا نختار خيار مكتوب عليه إعدادات الهوائي هذا الخيار في الخانة الأولى في الريسيبرات أخرى ربما تجد قائمة الأقمار في هذا الريسيبر إعدادات الهوائي نضغط على أوكي بعد ذلك نختار الخيار الأول كما تلاحظون يا سادة الخانة الأولى القمر نايل سات 7 غرب نضغط على أوكي إذا أردنا إضافة قمر تجريبي فقط حتى ننزل جميع القنوات والترددات حتى ننخبط القنوات المرتبة على القمر الأصلي نايل سات 7 غرب إذا أردنا إضافة القمر يساد على سبيل المثال نضغط على الزر إضافة في رمود كنترول الزر الأحمر ربما في ريسيبرات أخرى زر إضافة باللون الأخضر أو الأصفر أو الأزرق زر إضافة في هذا الريسيبر باللون الأحمر نضغط على الزر الأحمر في رمود كنترول تظهر معنا هذه المعطيات زوية القمر 7 7 اتجاه القمر الغرب حزمة ترددية لن نغير شيء نضغط على أوكي إذا أردنا تسمية هذا القمر فقط نضغط على الزر الأزرق في رمود كنترول نغير لغة الجهاز كما تلاحظون ونكتب نيلسات على سبيل المثال كما تلاحظون نكتب نيلسات 301 كما تلاحظون بعد ذلك نضغط على الزير الأحمر في روموت كنترول زير موافق زير أحمر في روموت كنترول كما تلاحظون لقد نضاف معنا القمر نيلسات 301 نضغط على أوكي نذهب إلى الخانة الثانية التردد لا يوجد تردد كما تلاحظون دائما تتأكدون من هذه المعطيات تردد LMB عالمي إنيفرسل كما تلاحظون أيضا تغطية هذه المعطيات يجب أن تكون هكذا كما تلاحظون وتذهبون على بعض الريسيفرات الأخرى إلى نمط البحث وتبحثون عن قمر أو البحث وتختارون نوع البحث عشوائي أو الأعمى في هذا الريسيفر خيار البحث العشوائي أو البحث الأعمى بالزير الأزرق في روموت كنترول كما تلاحظون في الشريط في الألوان في الأسفل دائما انظروا في الشريط في الألوان كما تلاحظون في الأسفل البحث العشوائي باللون الأزرق في روموت كنترول نضغط على الزر في روموت كنترول الزر الأزرق تظهر معنا هذه الرسالة كما تلاحظون نضغط على زر رف الصوت ونختار نعم نضغط على أوكي كما تلاحظون يا سادة البحث العشوائي أو البحث الأعمى يجلب لنا الترددات الجديدة على اليمين الشاشة كما تلاحظون أيضا الباقات هذه العملية أو وقت البحث يستغرق بعض الوقت خمس دقائق أو سبع دقائق على حسب كل ريسيفر ربما في هذا الريسيفر وقت البحث سيستغرق خمس دقائق تقريبا ننتظر اكتمال البحث الأعمى ونكمل الشرح القمر الجديد نيلسا 301 يساد يزين 4 أطنان واستغرقت عملية تصنيع حوالي عامين ونصف ويضم 38 قناة قمرية عمر الافتراضي لهذا القمر 15 سنة قمر رائع جدا سيتوسع في نطاق التغطية ليشمل دول جنوب وغرب إفريقيا ودول حوض النيل وسيقدم خدمات الأنترنت عريض النطاق لتغطية مصر والمناطق النائية لتوفير خدمات الأنترنت للمشاريع قمر رائع جدا يا سادة ننتظر اكتمال البحث كما ترحضون الآن البحث عن القنوات على القمر الصناعي النيلساة ننتظر اكتمال البحث يا سادة كما لاحظتم يا سادة في الشاشة وقت البحث لم يتجاوز خمس دقائق وانضافة معنا نزلت معنا 971 قناة على القمر الصناعي النيلساة قنوات بصيغة الاشددي والاسددي منها المفتوحة والمشفرة اشتركوا في القمر 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 اشتركوا